اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات النظام في ريف الادقية الدفاع التركية تعلن بدء عمل المركز المشترك مع الولايات المتحدة غارة اسرائيلية على مواقع لفيلق القدس في محيط دمشق حياكم الله هنا ما كنتم مشاهدين الكرام وإلى التفاصيل حيث أفاد مراسق قناة حلب اليوم في ريف الادقية بمقتل العديد من قوات النظام على جبهة الكبينة جراء الاشتباكات مع الفصائل المقاتلة إثر محاولات قوات النظام التقدم في المنطقة تبقى منطقة خفض التصعيد امتدادا من ريف حما الشمالي مرورا بإدلب وصولا إلى الكبينة محط أنظار وارتقاب لما ستأول إليه الأوضاع في سوريا بشكل عام على هذه التلاء المشرفة على ريف حما وإدلب الغربي تدور أعنف المعارك لفرض السيطرة مراسل حلب اليوم أفاد بمقتل عدد من عناصر قوات النظام وإصابة آخرين بجروح على يد فصائل الثوار إثر محاولاتهم التقدم على محور تلال الكبينة بريف الادقية الشمالي مشيرا في الوقت ذاته إلى وصول مجموعات تسمى بقوات البعث اللبنانية إلى جانب مجموعات من ميليشيا حزب الله إلى المنطقة على الضفة الأخرى تواصل قوات نظام حشودها شمالي خانشيخون دون تصريح رسمي عن وجهتها في وقت قصف فيه طيران النظام الحربي مدن وبلدات جرجناز ومعار شورين والفقيع وبابيلا والتح ومعارد حرمل وكلها تتبع إداريا لمعارة النعمان وفي وقت يرتقب أهل المنطقة اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو يوم الثلاثاء هددت المستشارة الإعلامية لرأس النظام بشار الأسد بوتين شعبان بأن نظامها سيتمكن من إزالة النقاط التركية في إدلب حسب قولها ويعتبر هذا أول تصريح رسمي من قبل النظام حول مصير نقطة المراقبة التركية التاسعة للمزيد معنا من ريف إدلب مراسلنا منصور صبراء منصور مرحبا بك يعني بداية ما تطورات الأوضاع في ريف إدلب الجنوبي خصوصا على محورات تمانعة نعم عمار اليوم كانت هناك محاولة من قبل قوات النظام لتقدم باتجاه بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي لكن فصائل العاملة في تلك المنطقة أعلنت عن تمكنها من التصدي لهذه المحاولة وقتل عدد من جنود قوات النظام ضعفت إلى تدمير عدد من الآليات في تلك المنطقة أيضا في ريف حماء الشمالي وتحديدا في تل الهواش اليوم غرفة عمليات الفتح المبين أعلنت عن تمكنها من أيضا استهداف موقع لقوات النظام في تلك المنطقة بمدفع هاوين عيار 120 وحققت إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام في تلك المنطقة بالعموم عمار جبهة ريف حماء الشمالي وريف إدلب الجنوبي أيضا تشهد شدات من قبل قوات النظام لكن دون معارك حقيقية بعد دخول قوات النظام إلى مدينة خانشيخون وريف حماء الشمالي طيب ما الجديد حول نقطة المراقبة التركية في موريك وكيف تبدو الأوضاع الإنسانية في عموم شمال إدلب نعم عمار بخصوص نقطة المراقبة التركية حتى الآن لا جديد على واقع النقطة التركية هناك لا تزال محاصرة في موريك بريف حماء الشمالي اليوم كان هناك دخول لرتل تركي من معبر كفرلوسين بالتجاري في إدلب الجنوبي لكن هذا الرتل دخل إلى نقاط مراقبة أخرى أما نقطة المراقبة في موريك لم يكن هناك أي دخول باتجاهها من قبل قوات التركية من هنا من الشمال السوري بعد محاصرتها من قبل قوات النظام على الجانب الإنساني عمار يستمر تساقط الضحايا المدنيون في ريف معارة النعمان الشرقي بعد تركز حملة القصف الجوي من قبل طائرات النظام والطائرات الروسية على مدن وبلدات تلك المنطقة اليوم ساقط حمسة مدنيون في بلد التلمنس بريف معارة النعمان بعد غارات جوية استهدفت هذه البلدة إضافة إلى أيضا وقت المدني في معارشورين جراء غارات جوية بالعموم عمار مدن الجيرجناز والتح وأيضا معارشورين ودير الشرقي وكذلك دير غربي والتمانع جميع هذه القرب البلدات تتعرض لغارات جوية عنيفة من قبل قوات النظام تتسبب باستمرار موجة النزوح لي المدني من ذلك القوة البلدات نعم ما المعلومات التي لديك حول قتل النظام على محور الكبيني في الريف الاذقية نعم عمار اليوم كانت هناك محاولات عدة لقوات النظام والتي تستمر منذ بدء التصعيد ضد ريف ضد هنا منطقة خفزة التصعيد في الشمال السوري اليوم عدت محاولات لقوات النظام تمكنت الفصائل العاملة في تلك المنطقة من تزمير دبابتين وعطب دبابة ثالثة إضافة إلى مقتل ثلاثة عشر جندية من قوات النظام وفق بيان أعلنته غرف العمليات العاملة في تلك المنطقة محاولة التقدم جميعها باءت بالفشل في تلك المنطقة بطبع خسار قوات النظام في تلك المنطقة يوجد بينها أيضا ميليشيات أجنبية ميليشيات أيضا لبنانية وإيرانية دخلت حديثا إلى محور الكبيني في الريف الاذقية الشمالي الشرقي طيب ما هي أسباب عز النظام عن التقدم هل طبيعة جغرافية لها دور أم ربما توحد الفصائل هناك نعم أمارط الطبيعة الجغرافية في تلك المنطقة تجبر النظام على الدخول من محاور محددة إضافة إلى التحصينات الكبيرة التي عملت عليها الفصائل على مدى السنوات الماضية تحصينات كبيرة جدا من رقم المئات الغرات الجوية وربما الآلاف التي استاذفت هذه المنطقة المنطقة خلال الأشهر الماضية عجزت قوات النظام على التقدم ما يعني أن التحصينات قوية جدا قامها الفصائل العاملة في تلك المنطقة على هذه الأضافة أن تقدم قوات النظام غالبا ما يكون ضمن ممرات إجبارية لمدرعاتها ما يجعلها هدفا سهلا أمام قبائف الأربجي إضافة إلى العبوات الناصفة وصواريخ الممدادة التي تمتلكها الفصائل في تلك المنطقة شكرا جزيلا لك منصور صبرا مراسل قناة حلب اليوم في ريف إدلب أصدر المجلس المحلي في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي بيانا أكد فيه استعداده لاستضافة النازحين من ريف إدلب وحمى جراء هجمات نظام الأسعد وأوضح مصدر في المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في تصريح خاص لقناة حلب اليوم أن المجلس جهز خيما أو مخيما للإيواء بالتعاون مع إدارة المخيم وذلك لاستقبال أكبر عدد ممكن من النازحين الوافدين مضيفا أنهم ناشدوا أهالي إعزاز للوقوف مع الإخوة الوافدين صنفت بعض دول أمريكا اللاتينية ميليشي حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية دولية وجمدت أرصدة وأصولا لمموليه في حين نعى الحزب مزيدا من قتله في المعارك الدائرة في سوريا من جديد حزب الله في مرمى الضغوط الدولية هذه المرة جاءت من أمريكا اللاتينية حيث صنفت كل من الأرجنتين والبرازيل والبراغواي حزب الله كمنظمة إرهابية دولية السلطات الأرجنتينية أمرت بتجميد أصول أعضاء الحزب وقالت في بيان لها يواصل حزب الله تهديده للأمن وسلامة النظام الاقتصادي والمالي للأرجنتين ولم تمضي أسابيع قليلة حتى لحقت دولة البراغواي بالأرجنتين حيث أدرجت حزب الله على قوائم الإرهاب الخاصة بها كما اعتقلت السلطات البرازيلية منذ فترة المدعو علي أسعد أحمد بركات الذي يعد أحد كبار ممولي الحزب والداعمين له في برازيليا في إشارة واضحة إلى المسار التصاعدية تجاه إيران وحلفائها لا سيما بعد التغيير السياسي الكبير الذي شهدته البرازيل بوصول غاير بولسونارو حليف الولايات المتحدة إلى سدة الرئاسة بعد عقود من سيطرة الأحزاب اليسارية المناهضة لأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أثنت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو على خطوات دول أمريكا اللاتينية مؤكدة أن هذه الإجراءات ستساعد في قطع قدرة الحزب على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال من جميع أنحاء العالم ومع التصعيد الدولي ضد ميليشيا حزب الله نعت صفحات تابعة له قتلى بينهم ما يعتبره عناصر الحزب شيخا لهم وهو المدعو محمود منير معتوق خلال المعارك الدائرة في سوريا دون الإشارة إلى مكان مقتله وهذه الأصوات الحسينية نقلت بكارة الأنضول التركية لإنباء عن وزير الدفاع التركي خلوسي أكار قوله إن مركز العمليات التركية الأمريكية المشتركة بشأن إقامة وإدارة منطقة آمنة شمال شرق سوريا بدأ عملياته بشكل كامل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكوماندر شون روبرتسون إن جنرالين أحدهما أمريكي والآخر تركي قام بالفعل بأول مهمة استطلاعية جوية مشتركة فوق شمال شرق سوريا شاهدين نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل القصير غارات إسرائيلية على مواقع لفيلق القدس في محيط دمشق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وربما يغيروا من مجرى حياتك في ثنايا الخبر نناقش أبرز التطورات في سوريا ونجيب على التساؤلات التي تدور في أذهانكم أنا حل الخطيب أكون معكم في برنامج ثنايا الخبر اشتركوا في القناة 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 مرة جديدة تكون المواقع الإيرانية في سوريا تحت مرمى نيران الطائرات الإسرائيلية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي قال في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر إن الجيش الإسرائيلي تمكن بواسطة مقاتلاته من إحباط محاولة إيرانية قادها فيلق القدس انطلاقا من سوريا لشن هجوم على أهداف إسرائيلية باستخدام طائرات مسيرة أدرعي أشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف عددا من الأهداف ومنشآت عسكرية لفيلق القدس وميليشيات إيرانية في منطقة عقرب جنوب شرق دمشق محملا إيرانا ونظام الأسد المسؤولية المباشرة عن العملية التي أحبطها الجيش الإسرائيلي ومتوعدا بمواصلة الجهود الدفاعية والرد على أي هجمات ضد إسرائيل بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن إيران لا تتمتع بأي حصانة في أي مكان وأن إسرائيل تعمل في جميع الجباهات ضد طهران ووكلائها من جانبها ذكرت وسائل إعلام نظام الأسد أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية قادمة من فوق الجولان المحتل باتجاه دمشق وأسقطت معظمها الضربات الإسرائيلية تسببت بمقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني حيث نعت صفحات موالية مقتل عنصرين من حزب الله أحدهما الإبن الوحيد لعضو مجلس الإدارة في تلفزيون المنار والناطق باسم الحزب الحاج يوسف زبيب فيما قتل عنصر إيراني جراء الغارات وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنهى وفد من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري جولة استمرت مدة خمسة أيام في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية هذا وأضح الصحفي خالد العلي في المخيم أن الوفد أجرى استبياناً داخل المخيم والمنطقة خمسة وخمسين بهدف إحصاء عادة السكان وتقييم احتياجاتهم إلى جانب تسجيل أسماء العائلات التي ترغب بمغادرة المخيم إلى مناطق سطرة قوات النظام مضيفاً أن الوفد قدم وعوداً بإدخال قوافل أو قوافل مساعدات الإنسانية للمخيم أواخر الشهر الجارية دعا الموقع الرسمي للفاتيكان إلى رفع العقوبات عن نظام الأسد متجاهلاً المجازر التي ترتكبها قوته بحق المدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرته أدوى نشر الموقع تقريراً باللغة البولندية حمل عنوان المتمردون يحصلون على السحة حديثة والمدنيون يموتون في حلب مستخدماً صورةً للمهجرين على يد قوات النظام في مخيم شمارين شمال حلب يصلت ضوء على مدينة حلب التي تتعرض للقصف من فصائل المعارضة على حد قوته اغتال مجهولون رئيس بلدية بلدة المزيريب التابع لنظام الأسد في محافظة درعا وأعلنت المقاومة الشعبية عبر حسابها في فيسبوك مسؤوليتها عن اغتيال رئيس البلدية عبدالله النابلسي مشيرة إلى أنها حاولت اغتياله أربع مرات سابقاً بسبب مواقفه الداعمة وتعاونه مع أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد وفي سياق متصل أصيب أحد أبرز داعمي ميليشي حزب الله اللبناني في محافظة درعا المدعو محمد عرسان الخلفة عقب استهدافه بإطلاق نار من قبل مجهولين في درعا الغربي وأوضحت مصادر محلية لحلب اليوم أن مجهولين فتحوا النار على الخلفة في بلدة تسيل ما أسفر عن إصابته بجراح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى مرجحة مقتلة المزيد معنا من درعا مراسل قناة حلب اليوم محمد السعيد محمد أهلا بك يعني بداية ما هي تفاصيل الاغتيالات التي تحصل وحصلت في درعا نعم هذه العمليات العمليات كهينية من السابقة التي لم يعلن حتى الآن عن مسجدها ولا يسترعد أن يكون النظام خلط هذه العمليات التي تجري بشكل شبهي يومي تقريبا والنظام يحوم بمعظم عمليات الكاملة سابقا أن بعض الضباط الزلمية تعمل على جهزة الاستقرار ويدفر عن نظام إلى حملات خلية تحوضها بشكل كامل نعم يا محمد هناك بعض العمليات لم يتبنها أحد تقول أن النظام هو وراءها ليبرر لنفسه أن هناك إرهابيين ويدخل ويتفتش بلدات وما إلى هناك لكن ماذا عن المقاومة الشعبية التي أعلنت مسؤوليتها عبر حسابها في فيسبوك عن اغتيال رئيس بلدية المزيري أسمعك جيدا لنسمع طيب رحية السؤال عليك تسمعوني الآن يبدو هناك مشكلة في الأتصال حتى حتى لا أسمعك بشكل جيد محمد تسمعوني محمد سعيد سنحاول العودة إلى مرسلنا محمد في حال تثنى لنا ذلك نعتذر طبعا مشاهدين الكرام عن رداءة الاتصال من المصدر مرسلنا من درعة محمد سعيد شكرا لك يعاني سكان مدينة السلمية الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف حماء الشرقي من اختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرف في الحي الشرقي هذا وأضحت صفحة سلمية الآن الموالية أن تلوث يمتد من كازية أم أسعد باتجاه الجنوب في حين أفادت صحيفة الوطن الموالية بأنه شهدت في الحي الشرقي من مدينة السلمية مياه الخزانات وهي تتدفق بالشوارع وتفوح منها رائحة كرهة نعود مشاهدين الكرام لمرسلنا محمد سعيد من درعة أرجو أن يكون الاتصال جيد معه هذه المرات محمد تسمعوني؟ أسمعوني طيب قبل قليل حضرتك كنت عم تقول أن النظام هناك عمليات يكون وراءها النظام مجهولة الفاعلين ولكن ماذا عن تبني ما تسمى المقاومة الشعبية عبر حسابها بالفيسبوك اغتيال رئيس بلدية المزاريب أخي المقاومة الشعبية حتى الآن لا نجد ذيها غير معروفة على الأرض ولم يعلم حتى الآن ما هو منهم حلف الكيان وهالي في من يدعون أن يكون النظام مخلف هذا المسنى وهو نعمل عدم تصف الفيسبوك التابعة بإسم المقاومة الشعبية زعز الوضع على الأرض نعم طيب كيف يبدو الوضع الآن على الأرض الوضع الأمني في درعة سرق بالناس الوضع الأمني بشكل خضر جزان لأن القياسة اليومية والأهالي أصبحوا حاصوماً ويقوم بمنازل ليلاً بسبب على القياسة اليومية التي تستهدف الناس طبيعة في النظام وحتى الثالث عن المعارضة نعم طيب إلى أين يتجه أو ماذا عن يعني ما يقوم بها النظام يعني في الفترة الماضية كان النظام يقوم بحملة بالاعتقالات من أجل رفض كوادره أو ما يسمى الالتحاق بالخدمة الاحتياطية هل ما زال النظام يقوم بهذه الحملات النظام الآن يقوم بحملة يقوم بتفيش على بعض الحواجز لكن الشباب يقومون في التلعب عن هذه الحواجز لأنها أصبحت معروفة جداً بالمشاريع الشباب لكن حملة بشكل كبير لم يقوم النظام الآن نعم أسمعك يعني النظام لا يداهم البيوت ولكن يتصيد على الحواجز إن صح التعبير من أجل التجنيد الإجباري نعم لن يقوم نظام بخمس زهم واعتقال من المنازل منذ قطرة زمنية طويلة لكن في حال وقع الشاب بين هدين الحاجز نقوم باعتقاله وقياده لألاف عالمية أو إلى نظر من عسكرينيه في أوراً أشكرك جزيلاً شكر من درعة مراسل قناة حلب اليوم محمد سعيد وأعتذر مرة أخرى مشاهدين الكرام عن رداءة الصوت من المصدر تعاني غالبية المناطق الشرقية لدير الزور شرق الفرات من غياب القطاع التعليمي ودمار كبير طال مختلف المدارس تشهد أطلال ما تبقى من مدارس في ريف دير الزور الشرقي على ضروة ما تعرضت له المنطقة من قصف ومعارك معارك كان لها أثر مباشر في إيقاف المسيرة التعليمية في المنطقة لفترات طويلة وحرمان مئات الأطفال من حقهم في التعليم نحن نشكي من التعليم مدارس موجودة جيل صار له تسع سنين عشر سنين ما بمدارس خالص يعني هذا الجيل هذا أنه عدم خالص يعني إذا ما تسع فون العالم والشي هذا يعني راح الجيل هذا كل ياته يعني راح ينقرض خالص هنا في قرية السوسة أقصى شرق نهر الفرات يشتك الأهالي من إهمال العملية التعليمية وبالرغم من مرور أشهر على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة فإن التحركات باتجاه إحياء التعليم في المكان تكاد تكون معدومة وفقا لأهل المنطقة باستثناء مبادرات فردية لمعلمين متطوعين يحاولون فيها ترميم المدارس المهدمة لاستقبال الموسم الدراسي الذي سينطلق قريبا فريق تطوعي ومعلمين متطوعين في مجال التعليم بادرنا لما لاحظناه من جهل لدى الأطفال بسبب الحروب من 9 سنوات أو 10 سنوات فبادروا مجموعة من المعلمين المتطوعين لإخراج الأطفال من الجهل إلى النور أثر سلبية خلفها غياب التعليم عن المنطقة منها بلغ بعض الأطفال لأعمار كبيرة دون أن يتقنوا مهارة القراءة والكتابة ما دفع بعض الأهل ميسوري الحال لإرسال أبنائهم إلى مناطق تنشط فيها العملية التعليمية خارج المحافظة وسط مطالبات لفئات أهلية أخرى لتحسين القطاع التعليمي مشاهدين نتشرتنا مستمرة وتتابعون فيها أيضا لكن بعد الفاصل حبة دواء واحدة للوقاية من الأزانات القلبية والسكتات الدماغية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل يوم تطلع فيه الشمس تعترضنا مسائل وأحكام معاصرة نقرأ فتوى نسمع حكما نستفسر عن نازلة مستجدة نستذكر حكما فقهيا نبحر وإياكم مشاهدين العزاء في قارب العلم والشريعة فاسألوا أهل الذكر برنامج حواري أسبوعي نستضيف فيه علماء مختصين لنجيب على أسئلتكم الفقهية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد نقلت وحدات حماية الشعب الكردية عشرات المعتقلين من سجونها في مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا قرب الرقة شمال شرق سوريا وقال مصدر في وحدات حماية الشعب الكردية بتصريح لوكالة سمارت أنهم نقلوا نحو ثلاثين معتقلا من سجون طل أبيض إلى سجونهم في بلدة عين عيسى دون أن يذكر سبب نقلهم أو هوية المعتقلين والتهم الموجهة إليهم للمزيد حول هذا الموضوع معنا من باريس الأستاذ فراس علاوي مدير شبكة الشرق نيوز مرحبا بك أستاذ فراس على شاشة حلب اليوم يعني بداية لماذا تم نقل السجناء بعيدا عن الحدود السورية التركية برأيك تحية لك وتحية لأستاذ المشاهدين طبعا طبعا نقل السجناء هي خصوة من عدة خطوات قمت لها قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة المنطقة على الشديد السورية التركية هو خطوة في تحقيق الاتصال والتوافق الأمريكي التركي حول ما سمي الممر الآمن الآن تقوم قوات سوريا الديمقراطية بنقل مقراتها سواء كانت السجونة أو مقراتها العسكرية حسب الخرارة التي تم توافق عليها ما بين الأمريكان والأسراك والتي لم يتم الأشطاح عنها حتى اللحظة هناك انسحابات أيضا لعدد من سوريا الديمقراطية من محطة الأبيض ومحطة الأسراكين أيضا نقل السجناء يأتي ضمن هذه الخطوات التي تعمل على تحقيق ما توصل إليها الأمريكان والأسراك من توافقات إذن قصد بدأت بالفعل بالانسحاب من المناطق الحدودية مع تركيا نعم تماما هي الخطوة الخطوة الأولى في السلسلة التوافقات لأمريكي التركية حول تحقيق الممر الأمن حسب المعلومات التي لديك أستاذ فراس نحن أمام أيام قليلة أم أسابيع ربما لإتمام هذه الخطوات من قبل قصد وبالتالي تشكل المنطقة الآمنة لا أعتقد أن الموضوع سيتم بأيام أو حتى بأتابيع نحن نتذكر أو التفاق ما يسمي التفاق منبج والذي مضى عليه أكثر من سنة ونصف حتى اللحظة ولكن يتم تطيقه هي خطوة من ضمن عدة مراحل ربما تتاقذ أشهر لكن أنا ما يبدو أن الأمريكي أتبدأ الخطوات عمليا بلأن شاهدنا تحليق للطيران طيران مشترة أمريكي تركي على الحدود وشاهدنا أيضا انتحاب بعض القطع العسكرية سألها للقصد وتدمير بعض الأنصات التي كانت موجودة على الحدود وأيضا تأتي الخطوة الأخيرة متنمة للخطوات التي بدأت أشكرك جزيلا شكر من باريس الأستاذ فراس علاوي مدير شبكة الشرق نيوز يشكل نهر الفرات في مدينة الرقا الوجهة السياحية لأهالي المدينة والمكان الترفيهي الذي حرموا منه طيلة سنوات الحرب أينما وجد الماء تكون الحياة ولا يوجد مثال أدل على ذلك من مدينة الرقا المزهرة على كتف الفرات والتي باتت بعد انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة نقطة جذب سكانية وسياحية بآن نحن قاعدين على نهر الفرات نتفسح نشم هواء عن نهر الأمور بخير العالم كلها بخير الجاي الرايح الجاي بعيده الجاي بأهله الجاي يتفسح الحمد لله الوضع أحسن نهر الفرات حياة نهر يعني عبارة عن كنز هذا كل العالم تجي لي عنده النهار المية الأمور الزراعية كلها من النهار يعني أمورنا بألف خير الحمد لله يمكن لك أن ترى الزوار على ضفاف النهر يأتون أفواجاً مع عائلاتهم بعد حرمانهم من السباحة والتنزه هنا لم يعد نهر الفرات يخص أهلها فقط بل من اختار هذه المدينة للعيش فيها لما قدمه وأهلها من رحابة صدر واستقرار وأمان نحن وصلنا بالرقة عيشي شيء عشر سنوات الحمد لله رب العالمين الرقة حلوة بشعبة بأهلة بأسواقة بفراتة بنيلة بسمكة بكل شيء الشعب ما تعيش مع بعضه الشعب عاطفي ما بحب يأزي الغريب نحن وصلنا من حلب مستوطين عشر سنين عشنا بكل المكانات ما لقينا راحة تعود الحياة لمدينة الرقة رويدا رويدا تنفس أهلها السعداء بعد خروج التنظيم منها ويبقى أمامهم تحدي إعادة الحياة والبناء والحفاظ على المدينة وظفة في نهرها نظيفة وجذابة ذكرت صحيفة راينشيب بوست الألمانية أن لاجئا سوريا وصل إلى ألمانيا قبل أربع سنوات لم يمنعه فقدانه أو فقدانه لذراعيه من الحصول على عمل مناسب والمشاركة في مشاريع داعمة لذوي الإعاقة وقالت الصحيفة إن الشاب السوري محمد البلخي وصل إلى ألمانيا قادما من دمشق حصل مباشرة على تدريب كمصمم وسائل رقمية وطبع في شركة ألمانية وأوضحت الصحيفة أن الشاب لا يجد أي مشاكل في تعامل المباشر مع العملاء ويقبل رغباتهم وطلباتهم أثارت قصيدة كتبتها لاجئة سورية تبلغ من العمر 14 عاما في بريطانيا أثارت جدلا واسعا حول كفاءة نظام التعليم مقارنة مع ما حصلت عليه من علامات متذنية في شهادة التعليم الثانوية ذو أعربت كايت كلانشي وهي معلمة طالبة فتون عن غضبها من حصول الطالبة على علامات متذنية معتبرة أن امتحانات شهادة الثانوية العامة الجديدة في بريطانيا تمنع التعبير عن المواهب الأدبية والاستخدام الخيالي للغة في حين أعلن العديد من الأساتذة عن استخدام القصيدة في الدروس التي يعطونها داخل أصف شام الطفلة الصغيرة التي نجت مع أفراد عائلتها من تفجير طال سيارة والدها بعبوة ناسفة في مدينة تركمان بارح بريف حلب الشمالي ما تزال تداوم على زيارة قبر والدها تنادي والدها لكن لا مجيب على صوتها البريء شام الطفلة الصغيرة التي نجت من تفجير أودى بحياة أبيها طالب حجازي في بلدة دركمان بارح شمال حلب التفجير لم يستهدف أباها وحسب بل أصيب جميع أفراد العائلة الذين كانوا داخل السيارة توفي الأب وأصيبة الأم وأطفالها الأربحة بمن فيهم شام صغيرة أطفال صغيرة ناس بالمشفى ناس بالبيت ناس مصوابة يتموا الأطفال إشه زنب أبوه يقلون حزب البكيكي فجر فيه بيكي وهو مع أولاده مرته وأولاده اتنين بالمشفى وهو دفلنا هون هي سيارة أبيها التي كانت تقل العائلة كاملة يوما ما قبل التفجير لكنها باتت شاهدة على جريمة طغلت مدنيين أصابع الاتهام في العملية وجهت إلى وحدات حماية الشعب الكردية طالب حجاز الذي ينحدر من مدينة منغة كان يشغل منصب مسؤول قسم البرقيات في ديوان فرع الشرطة العسكرية بمدينة ألزاز هاي أولاده كانوا معه فيه ولدين بالمشفى وبيت أحمى وعائلته وفجروا البيكاب فيه طيب فجر إرهابي أو دراء إرهابي هذول الأطفال إرهابيين هذول إرهابيين عشرات التفجيرات بعبوات ناسفة ودرجات وسيارات مفققة ضربت الريف الشمالي والشرقي لحلب في الأهونة الأخيرة أكبرها كان في وقفة عيد الفط بمدينة عزاز المدنيون الهدف الأبرز في تلك التفجيرات أظهرت نتائج دراسة طبية أن تناول اليومي لحب الدواء مركبة من مزيج أربعة أدوية محددة يمكن أن يقلل عدد الأزمات القلبية وسكتات الدماغية بمقدار الثلثة وقال الباحثون الذين تعاونوا لإجراء الدراسة وهم من المملكة المتحدة وإيران إن هذه الحبة الدوائية تتمتع بتأثير هائل رغم أن كلفتها لا تتجاوز بضعب سات في اليوم نهاية النشرة وهذا تذكير بأهم عنقنا اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات النظام في ريف اللادقية وتركيا تعلن بدء عمل المركز المشترك مع الولايات المتحدة حول الملطقة الآمنة في سوريا وأخيرا غارة إسرائيلية على مواقع لفيلق القدس في محيط دمشق ولمزيد من الأخبار مشاهدين الكرام يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلبتو داي تيفي دوت نت دمتم برعاية الله وحفظه وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر